خلاص الطرف الثاني هو التراجب تونسي لكن قبل ما نتكلم على المباراة ومباراة اليوم أو المباراة للنهاية إن شاء الله عايزين نبارك طبعا لكابتننا واحد من النجوم من المنتخب مصر ونجوم النادي لكابت ساعد سمير فيروز ساعد سمير الناس قالت فريدة لأول وبعد كده فيروز لكن احنا بنقول فيروز ساعد سمير بنبرك لكابت ساعد وإن شاء الله يكون وشاح حلو عليك وخير عليك نهاردة شايف الموضش إزاي وحابب تقولي الأول عن التهنئة والطرطة والكلام الجميل دي جدا الحمد لله طبعا يعني ده مش غريب علينا وعلى فرقة النجد الأهري والجهاز الفني نهما دايما إحنا عشان كلنا من نتعامل كأسرة واحدة فعلا على طول مع بعض موجودين في كل المناسبات عيد ملاد الكابت مصطفى كميل واللعيبة والجهاز بيحتفلوا بالمولودة يعني بتاعتي بنتي يا ربنا كرمني بيها وكده وربنا يبارك فيها يا رب ويقوم وجدتها بالسلامة والحمد لله يعني كرم ربنا وربنا يدم هنعمعنا كرم ربنا كمان نهاردة تأهولنا المباراة النهائية الظروف كانت صعبة جدا لعكبت ساعد يمكن الأجوى والجمهور احنا متعودين على الكلام ده لكن كل مباراة بيلاه ظرف معين لعيبة كتعايدة من إصابة خصبنا لعيبة الفترة الفاتت نشوف الجيمة النهاردة ازاي ونشوف تأهولنا المباراة النهائية ازاي الله الحمد لله واحنا بيبقى عندنا هدف مهم وهدف رئيس هو التأهول المباراة النهائية ده اللي احنا مركزين فيه احنا ربنا كرمنا في مباراة الزهاب 2-0 وكنا ممكن نزود النتيجة فاحنا برضو بيبقى فيه تعامل بخبرة وزكاة شوية في الماتشات اللي هي اللي بره ملعبك تحاول انت تنتص الحماس بتعال في رأة تاني بالذات في البداية وتحاول انت يعني تستغل الفرص اللي بيجيلك يمكن بره ما بيجيلكش فرص كتير زي على ارضك جلنا في فرصتين ثلاثة كنا ممكن نخلصهم وكانوا سهلين جدا لكن ربنا ما ارادش يعني الماتش كان ماشي بالنسبة لنا وبالنسبة لفرد تاني سيجال لحد الهدف الاول الهدف الاول يمكن ادهم حماس شوية وادهم رغبة انهم عايزين يعوضوا وبعدين بجي الهدف التاني فاحنا يعني المفروض ان احنا كنا نتمسك اكتر من كده شوية المفروض ان احنا كنا عندنا صبر اكتر من كده شوية لكن ده طبيعي زمانت بتقول الارض برضو عليها عامل كبير بدان لعب على انجيل صناعة برضو مش متعودان عليه قوي وبعدين كان فيه سنة مياه مؤثر على الارض انا والسلاء راجعين من اصابة بقالنا فترة وميدو جابر برضو طبعا بقى سر لقاء اصابت اسلام محارب واصابت كذا العيب مع المجهود مع الحملة البدنة الموجودة عشر الارضية مختلفة انجيل صناعي لكن الحمد لله فلقو في الاخر ربنا بيكرم الفرقة اللي بتتعب وبتكتهد والفرقة اللي عندها السرارة وعندها كفاح وقابت النادي الاهلي كلهم رجالة فربنا كفائنا بالصعود يعني الحمد لله تفل معي ان احنا لسه محققناش حاجة كبتساعد لسه معملناش حاجة لسه عندنا خطوة مهمة جدا وهي المباراة النهية تتفل معي في الكلام ده ولا لا احنا متعودين في النادي الاهلي بنتعامل المباراة كل مباراة على حدة احنا خلصنا متدور قبل النهائي وخلصناه عندنا الدور النهائي احنا بنحتفلش دايما إلا مع الناحنا نشيل الكاس ان شاء الله بإذن الله يا رب ربنا يكون كاتبها لنا من نصبنا ان شاء الله ودي اهم حاجة الحاجة التانية احنا لسه عندنا مماش صعب جدا مع الترجي مباراة مستهلة بتلعب فريق كبير جدا فرق دايما بين نفسك في افريقيا دايما المنافسة بينكوا قوية الحاجة التانية الترجيب عليه يعني عندنا احنا استعداد خاص لان المباراة صعبة مباراة صعبة جدا جدا سؤالي في القهرة واللي في تونس لما يكون بتلعب فريقا قوية وبتنفسك دايما وفيما بينكوا ماتشوط لصالحك الفترة اللي فاتت اكيد هيبقى عندهم رغبة قوية للتعويد عندهم رغبة قوية ان هما يثبتوا العكس فاحنا ان شاء الله بإذن الله بقى مستعدين للكلام ده وعندنا اصرار ان احنا ان شاء الله بطولة بابتاعتما ان شاء الله نهاية تقول لكل جمهور النادي الآلي كتفرحة كبيرة جدا في القهرة بعد الدعاء واللي المورنائية كبت سعد سمير ممكن يقول لكل جمهور النادي الآلي اللي على قلب رجل واحد زي ما في رئينادي الآلي على قلب رجل واحد اكيد طبعا احنا مفتقدين جمهورنا في الماتشاط اللي بتبع بره بالذات لكن حتى المجموع الولايات اللي بتبع موجودة يعني بيشرفونا وبيدونا دافع و بنحس ان فيه ظهر ورانا دايما بنشكرهم على الدعم الفترة فارتو المساندى جمهور الاهلي طبعا هو يعني هو الصحب الهدف الرئيسي بالنسبة لك كلاعب كرة في النادي الآلي هدفك دايما نساعد الجمهور هدفك دايما ان انت تبحث بالجمهور منابضهم الناس كلها بتوقفنا في اي مكان في الشارع في اي مكان بنقابل حد فيه البطولة نفسهم في البطولة التاسعة نفسهم في أفريقيا و احنا طبعا ده وصل لنا كويس جدا ان شاء الله هموت عليها و ان شاء الله نحارب عليها لحد ما نجيبها الجزيرة تاني ان شاء الله بإذن الله و دايما جمهور الاهي ورونة و دايما جمهور الاهلي مشرفنا هو رقم واحد ان شاء الله بإذن الله ألف شكر ببنى خالبي كل الشكر تقدير للكابتن سعد سمير واحد من نجوم من منتخبنا الوطني ولا النادي الآلي الصرار الكبير اللي بيكلع بين الكابتن سعد و العيبة النادي الآلي يمكن هو ده اللي عندنا سقاطنا الكبيرة لن تهتز فيه فريق النادي الآلي و ان شاء الله البطولة التسعة مكتوبة باسم النادي الآلي بإذن الله يتوج النادي الآلي بالبطولة التسعة الافريقية و منها الى كأس العالة مالية الاندية مستمرين معاك كابتن سيد كالعادة على شاشة قناة الآلي و ملعب الآلي و لقاءات خاصة عقب التأهل الى المباراة النهائية بعد التتويج و الفوز بي المبراتين مجموعة المبراتين الآلي و فاق ستيف الجزائري عود لك كابتن سيد عبد الحافيز